لجأ الفلسطيني أحمد عمارني إلى مغارة في سفح جبل في شمال الضفة الغربية للعيش فيها مع عائلته بعد أن منعته إسرائيل من بناء منزل في قريته فراسين المتنازع عليها بين الفلسطينيين والإسرائيليين لكن هذا الملجأ قد لا يدوم أغلق عمارني مدخل المغارة بجدار من الحجارة ووضع لها بابا حديديا وآخر من الخشب وفتح فيها نافذتين في الداخل يوجد أثاث متواضع ويعيش عمارني في المكان مع زوجته الحامل وابنته إلى جانب المغارة حظيرة صغيرة لأغنامه ودجاجاته في البداية قال لي خلانا نتجه لهذا الأسلوب أنه منعونا من البناء أنا شخصيا منعت ومن ضابط التفتيش حكالي ممنوع البناء هنا ولا بأي طريقة ممنوع نهائيا فوجدت فرصها أني أنا أستقر هنا مغارة موجودة بأرضي وما بدها أي شيء ومضى على وجود العائلة في المغارة عام وثمانية شهور وفق قول عمارني الذي تفاجأ قبل أيام بإنذار من السلطات الإسرائيلية تطالبه بإزالة المغارة الوقعة في أرضه خلال أيام قرار عنصر يعني هدم مغارة هو قرار ما له تفسير ولا له جواب أنك تهدم مغارة ساكنة فيها ناس ساكنة مع أطفال وبأدنى أدنى أدنى مكومات الحياة هو رضي أنه يسكن في هذا المكان حتى يبعد يكون مرتاح ومحافظ على أرضه وتتبع الأرض التي تقع في المغارة الطبيعية لقرية فراسين التي اعترفت بها السلطة الفلسطينية كهيئة محلية في آذار مارس الماضي غير أن السلطات الإسرائيلية تعتبرها ضمن المناطق الخاضعة لسيطرتها الإدارية والأمنية في الضفة الغربية المحتلة وتمنع إسرائيل الفلسطينيين من البناء في المناطق الخاضعة لسيطرتها الأمنية المعروفة بمناطق جيمواسين إلا وفق قوانين صارمة وغالبا ما يقدم الفلسطينيون على هدم منازلهم بأيديهم حتى لا يدفع كلفة الهدم إن قامت السلطات الإسرائيلية بهدمها في حال كانت قد بنيت من دون تراخيص